بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي المشاهدين قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عندما يفرض المناخ المصري نفسه على مناخ العالم إبراهيم أهلا بك بشواندس وأهلا بك عزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 793 تأتي في ظروف تستضيف مصر فيها العالم قادة العالم رؤساء ملوك رؤساء حكومات الكل على أرض مصر على أرض السلام شرم الشيخ في هذا الحدث العالمي الكبير يعني النهاردة لو سألت في كل أنحاء العالم إيه أهم حدث على مستوى العالم هيقول لك قمة المناخ التي تستضيفها مصر والتي هي والتي يتوجه ليها قيادات العالم وهو أمر يشير إلى أهمية مصر يشير إلى مكاناتها والدور الذي يعني يأمل للعالم أن تلعبه وثقة العالم في استقرارها وصلابتها وحكمة ومكانة قيادتها ودورها المؤثر هو الأهم ده بتكلم مش في حرب ده بتكلم في مستقبل بشرية وأنا أرى أن نجاح هذه القمة حتستغل شوف سلبا وإجابا مؤكد لأن في ناس في العالم ما يهمهمش غير الشوشرة واجع دمار لكن أعتقد أن السلام سيسود وسيحكم المزاج العالمي صحيح وأتصور أن قد تكون هذه القمة لا تدعيتها على كل حتة حتى الحرب التي تدور الآن وظهرت من نداء الرئيس السيسي لقادة العالم بالعمل على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية وقد تصفق بحرارة وقد تجد صدى بالفعل أو تكون نقطة انطلاق صحيح فهذه اللحظات هي لحظات وإن حاول البعض أن يعني يرش بعض الغبار عليها ولكنك هتعمله كده هيتير بإذن الله نتمنى أن احنا يعني يرى العالم حقيقة مصر من خلال هذا المؤتمر كل العظمة كل الكبرياء لمصر كل الأمنيات الطيبة والتوفيق لقادتها إن شاء الله تعالى طيب نشوف بقى أبرز ما في الحلقة من عنوين مقالي ومقاله ثنائية التخفي والهروب الغربال عندما يأتي يناير قبل ديسمبر وبعد متلسانه مصر التي في خاطر الأهلي والشموع الحمراء عن داود راتب باشا وأصرار الملك عن السيد الدوزوي ومجلتنا من أربعين سنة أستاذ إبراهيم بين الميلاد والوفاة يأتي الوفاء يأتي الوفاء النهار دا ذكر ميلاد الكابتن أبوتريكا الذي حمد أبوتريك الذي له تحنئة مثل موقع موقع النادي اهتم النادي بتحنئته وأيضا ذكر الماجيكان طبعا وأيضا ذكر وفاة أحد العظماء كل سنة والماجيكان طيب الصبح الرسمية للنادي الأهل النهاردة على الفيسبوك والجماهير النادي الأهل الكل بيهني الكابتن محمد أبوتريكا كل سنة وأنت طيب يا ماجيكان وربنا أديك الصحة وطلط العمر كمان ذكر الوفاء للميلاد والوفاء للوفاة ذكر وفاة واحد من رموز عظيمة جدا وقيادات عظيمة جدا يأتي ذكرها بكل الخير وكل التقدير وكل الاحترام الفريق عبد المحسن كامل مرتجي عشق النادي الأهل الذي كان لليوم الأخير من عمره تقريبا يأتي في النادي يوم إلى النادي الأهل متحاملا يعني يعني حتى لما كان أصيب قبل وفاته رحمة الله عليه بكذا سنة في العمر ده جمجيله كسر في الحض العملية تحركت شقة جدا كان يوميا في النادي الأهل الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي عليه رحمة الله واحد من رؤساء النادي الأهل التاريخيين ترأس النادي من 15 ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 67 كأحد قادة القوات المسلحة الكبار بالتعيين في هذه الدورة من 15 ديسمبر 65 لـ 13 يوليو 67 الولاية التانية كانت لقوب الانتخاب من 8 نوفمبر 72 وحتى 12 ديسمبر عام 80 خلفاه بعدها الكابتن صالح سليم بالانتخابات لما ترأس النادي بعد انتخابات 80 لا أنا يعني شرفت أن أنا عملت تحت قياته من 76 70 لـ 80 وأنا حكيت قبل كده قصة أن أنا وأنا سكرتر تنس طاولة وخدت قرار فيه يغلب علي الحماسة وليس الإداريات السليمة لما قلت العامل جاء تكسر للقوضة دي اللي مش مستعملة وقالوا لي أنت بتكسرها بدون قرار وبدون بتاعها طلما تيجي انبلطها بعدين تحاسبوني أنا عايز أعملها صالة تنس طاولة فالحقيقة قابل هذا بفهم وابتسم ابتسامة لا معنى قال لي عادلي بس اهدى عشان تتعلم الصح لكن يلا جماعا بلطها إذا كان تنس طاولة محتاجاها خلاص الأمر أصبح واقع فده فهم فهم عالي جدا وفيه يعني حكمة في القيادة أنا كنت يعني كان ممكن جدا أتعاقب ثم دخلت من منظور المعارض كان الكابتن صالح في انتخاباته في 76 ضد الفريق مرتاجي وجدت أنا في قائمة الكابتن صايح مش كده بس أنا كنت ماسك الملف الإعلامي بتاع الحملة أنا اللي ماسك الميكروفون أنا اللي بعمل الندوة أنا اللي بقدم الكابتن صالح وأنا اللي بقى الأسئلة للفريق مرتاجي يعني أسئلة بقى طبعا كلها إيه يعني شغل لأ شغل انتخابات لكن ما أن دخلت راجل قيادة أب ما شافش مني غير كل تعاون ما شفتش منه غير كل فهم واحتواء واحترام لدرجة أن في يوم ما قال لأحد أعضاء المجلس عدل اللي كنا خايفين منه الرجل ملتزم وأنت اللي مش ملتزم فكان فيه نوع من القيادة العدلة يعني داخل المجلس خلصت الدورة قلت له بس أأذنكم أنا مع الكابتن صالح تاني وروحت واقف في خندق كابتن صالح في الاتخابات اللي بعدية اللي نجع الكابتن صالح فيها ولم تغيب البسمة عن وجه عن دلقاء ما فيش غصة في أي حاجة اللي هو الأستاذ كمار حافظ رحمة الله على الجميع ايه النادي الجميل ده ايه المناخ بقى اللي كنا عايشينه ده كيف نستحضر هذه الأحداث والعلاقات ونحافظ عليها ونتشبس بها حبوا الأهل كما وجدناه ووجدتموه هذه نصيحات الغالية لكل من يحب النادي الأهلي الف رحمة ونور على روح الفريق عبد محسن كامل مرتاجي رئيس النادي الأهلي السابق في ذكرى وفاته طيب النهاردة الأهلي وصل تدريباته في ملعب مختار التيتش خلال فترة التوقف الحالية مرسل كولر بكرة هينهي البرنامج البدني في المرحلة الأولى وحيسافر أجهزة ست أيام حيسافر كولر والجهاز المعاون لبلاده ويحصل اللعبون على هذه الأجهزة لغاية يوم الاثنين الجاي استئناف التدريبات خلص احنا اكتسب ثقاتنا هو الراجل نتمنى له التوفيق بإذن الله وربما يعني يكون هو خلي بقى لك الفطر دي هنستفيد منه أنه حيعدلنا عدد من المصابين مهم جدا ايه فحيبقى عنده فرصة برضه انه اهدى انت حتى عمار حمده هيكون ان شاء الله دخل يا أخي أنا متحمس قوي ان الولد يرجع لمستوى قبل الإصابة وعلى فكرة سرعاته هتنفع مع الراجل ده جامد لو رجع لسابق عهده ان شاء الله ايه واحد من اهم اللعيبة ان شاء الله اه ان شاء الله فنتمنى نتمنى الشفاء للجميع وانه كلهم كلهم دورهم جاي ما فيش لاعب في النادي العالمش حيبقى له دور مهم كل واحد بدوره لانهم كلهم الحقيقة لعبها مهم صحيح ايضا المنتخب بيبدأ معسكره المرحلة الاولى منه ايضا لعبة الاهل التمانية بينتظموا مع المنتخب الوطني تحت قيادة روي فيتوريا استعدادا لمباراة بلجيكا اللي هتتلعب في الكويت يوم 18 الجاري ان شاء الله بمناسبة المنتخبات النهاردة اجريت او ارعة دوره 16 لدوري ابطال اوروبا محمد صلاح النجم العالمي الكبير اللي المنتخب بينتظره في ودية بلجيكا الارعة حطته مع ليفربول امام ريال مدريد زي بكون ليفربول ناقص اه مواجهة نرية بين الليفر والريال مصعب مباراة يعني انت لو تقوله تتمنى في كل دول ما تقابلش منه حولك لريال مدريد بقيت قرعة دوره 16 بقى لابطال اوروبا لايفزيج الالماني مع منشستر سيتي وكلاب بروج البلجيكي مع بنفيكا ميلان الايطالي ضد توتنهام انتر راحت الفرانكفورت الالماني ضد نابولي بروسيا دورت موند الالماني ضد شيلسي وانتر ميلان ضد بورتو وباريس سان جيرمان وقع في وش بيرنام يونخ يعني حاجة جول التصادمات العنيفة اه يعني انت بتخلص يعني المواجهات دي كانت لازم تبقى في السيمي فاينال اي يعني الرباع ده المفروض يلتقي في السيمي فاينال صحيح انما تحت تخلص من فرقتين تقال جدا بدر بدر ارعت كمان دور 16 للدوري الاوروبي برشلونة اللي انتقل لهذه البطولة بعد خروجه من دور الابطال هيواجه منشستر يونايتد برضو مواجهة نارية اخرى وليو فاينتس ضد نانت وسبورت انجليش بونا ضد متلاند الدنماركي وشاختار دونتسيك الاوكراني ضد ستادرين الفرنسيو ايكس امستردام ضد يونيوم برلين الالماني وبيرلي فاركوزن الالماني ضد موناكو الفرنسيو اشبلية الاسباني ضد اندهوفن الهولندي وسالسبرج النمساوي حيواجه روما الاطالي القرعى بالشكل ده اكتر ناس بتبقى متضايقة منها ومش سعيدة بها الرعاة طبعا صحيح الرعاة بيخرجلك فرق تقيلة بكتلة شعبية ومتابعة في حتمية الخروجهم وانت عندك حيبقى فيه ثلاث فرق قطعا من الست فرق دول برة صحيح فاعني وده على حساب متعة كرة القدم والله يعني الليفر والريال نهائي فجأة تلاقيه في دور الشتاشر وبريسان جرمان مع البايرن مباراة نهائي نهائي ومبارشلون حتى في الدور الوكي مع المان يونايتد مع المان يونايتد هو فيه اهم فرقتين ده اهم فرقتين صحيح ده كان كلام مهم لكن زي ما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله سنائية التخفي والهروب الحقيقة يعني استمرارا لحالة ربط كل حاجة مع بعضها اذا ذكرت الاهلي لازم ان تذكر الزمالك اذا لومت الاهلي يبقى من باب الحيادية والموضعية عشان تبقى الصورة كاملة لوم الزمالك واحنا قلنا كتير اوي في مواضع كتير اوي مواقف يستحق الاهلي واحده اللوم ولا يستحق الزماله ما تستحق النادي الاهلي اللوم في هذه الاحداث اي موضع اي ممكن تحت الحراسة ومصادرة الاموال والاقصاء من البلد وهو كان نايم البلد انتم متخيلين واحد فجأة فضل يناضل 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 عشان يعمل ويساوي ويكون سواء اسم سياسي او اسم اقتصادي كبير وفجأة زيره وبيبعد عن بلده هو في اسكندرية واحنا في القاهرة والبيوت الفلاحيين بتسكنها واللي وقعها واللي ياخد الارض وفي ظل هذا كله لما اسمعه يشكو إلا مرة مرة اتناهد كده سرح وقال هيها تتجني سكرا من حنضل فالشيء وارجعوا بالمذاقي لاصليه شوف انا حافظ البيت ده مرة واحدة قالها قدام حافظته بس هو الكلام ده على فكرة لابد انه كان سرح في امل ووجد انه امل زائف ما تأملش انك تاخد السكر من الحنضل الواقع اللي هو عيشه حنضل حيجيله السكر من ايه وهو بالبلد كده زما بتقول ايه كل قنائن ينضح بما فيه طب انا بقول دي ليه لان كل قنائن ينضح بما فيه انت عملت اقول المقاربة والسنائية الحقيقة فيه طرف بيتجاوز وطرف بيتلقى هذا التجاوز هو بيرد بايه اللي يقدر عليه على فكرة يا جماعة انا بقصد في مسألة السنائية لقيت كابتن شبير بيسأل لساس فاتح سند هل تقر وتعترف انه قنوات الاندية سبب في الاحتقان فيتقال اه والساس فاتح سند كان رئيس قناة الزناني على اساس ان الاعلام العام ملوش دعوه على اساس ان الاعلام العام بريء ونزيه وسليم وما فهوش لا شعبانة ولا شيطانة ولا اي حاجة والمشكلة هنا برضو ولاي كتير من الناس بتقرن الاتنين ببعض قناة الالي او برنامجنا على وجه الخصوص هو منسمع ايضا كل القناة في كل اداءها الحقيقة ده النغمة في منتهى الانضباط والمسؤولية فكرة ان انا عايزة لوم طرف فلازم ان البس الطرف التاني حاجة اقرن الاتنين ببعض لا حاسب كل واحد على اداءه حاسب كل واحد على اخطاءه حاسب كل واحد على ما يصدر عنه لكن فكرة ان انت فجأة يتلقى الناس عايزة تتخفى وراء التعميم عايزة تهرب من مواجهة حد فيبقى الكلام قنوات الاندية اول ما تسمع الكلمة دي ياريت اي حد يقول هي قناة الاهلي غلطانة في ايه قناة الاهلي اخطأت في ايه رسالتها انحرفت في انا حد ارتكبت تجاوزات مهنية في الجزئية دي صدرت عنها اللغة لا تليق في الجزئية دي اتهمت حد بدون واجه حق او بدون سند في الجزئية دي وهكذا يعني اسنيد الجرائم المهنية كتيرة حدد وشاور لكن بجد ان تفضل كل برامج قناة الاهلي على هذا القدر من الانضباط والمسؤولية والمهنية ومرعاة الرسالة المسؤولة وفي الاخرى انتال اصل قنوات الاندية والله هو اشوف هي احيانا بتبقى لها ابعاد اخر يعني حل قناة النادي الاهلي دي يعني بما تقدمه من نموذج احنا بنشوف هذا الكلام في ردود افعال انت رسل مهرجان الفضايات العربية بيديها افضل قناة مثلا بناء على ايه؟ يعني برنامج مؤتمر عربي او مهرجان عربي لا وش مصري؟ وراجل الشارع بيشوفك ازاي حتى بعض الملكوية مش هتخف علينا باش ماندي بعدين اقول انت انا بتجاهز اقوليش هذا لله لا انا برد وانت بترد وبرضو بنرد في اطار ان احنا مناشة المحتوى بنرد يعني في الشكل اللي ما يستفزش اللي قدامه حقيقة بترد او حقيقة يتم ليها انت بترجعها لحجمها بالادلة بالادلة مش بالرأي مش بوجة النظر فما حصلش مسألة ان هنا بقى ما اقدرش ان انا اخد الموضوع في سياق مجرد بس ان ايه مش عايز اقول ده لوحده فبجد ده قدامه لا الموضوع قد يكون يعني يعني على فكرة الرأي العام يتسع لقبول اكثر من من منصات اعلامية طبعا طالما في انضباط وفي ميساق وفي انضباط يعني رقيف الحديث وفي رسالة يعني احنا بنحاول تملي احنا مركزين او على قولت ايه تأثير الكلمة على البيوت تأثير على النشط صحيحة ازاي حان احنا او غيرنا في هذه القناة يعني حيتجاوز هذا الامر وعلى فكرة احنا بنحاسل نفسينا ايه يا جماعة احنا كل حالة نخرج واكلمه بالليل قبل ما ننام بيكلمني بالليل ونستنبط يا طرى في حاجة هربت مننا يا طرى كنا النهاردة يعني اسأنا الحد دون ان ندري الحمد لله يعني احنا الحد دلوقتي الدنيا ماشى معانا كده وارب تفضل معانا كده سبعمية تلاتة وتسعين حلق داخل على تنمين يا أستاذ إبراهيم لا دا اكتر من كده عندما كانت القناة الوحدها قناة الاهلي ما اشتكاش حد منها يعني ما كانش في قناة اخرى بترد عليه حد ما استغلناش هذا الفراغ والساحة اللي بننفرد بيها ان احنا نسيق او ندايق حد او احنا يعني فمن فضلكم عشان ما ناخدش الامور بعد كده صعب ناخدها بحسن النية أستاذ براهيم اذا الكلام لو استمر على قولة قنوات الاندية لا ما تتقلش كده عايز حد يحددلي قناة الاهلي في المقرف اللي ما كان ينبغي ان يحدد ساد فإذا كنا غلطانين نعتزل ما زوجناش غلطانين نفصل اذا ما كانش فيه خطأ يبقى ما فيش ده حد حسابني بالضبط يعني في حاجة تالتة في حاجة رابعة في حاجة غير كده لكن مسألة بقى قنوات الاندية ونمشي وتملي التراشق فين التراشق ده يقولك التراشق بين النادي ايه ده يعمل احتقان ما فيش تراشق عام بالنادي ايه التراشق ده بين طرفين واحد بيرشق انا لا تراشق مع احد انا ارجم هو فيه رجم هو التراجم مش التراشق لا وحتى التراجم برضو فيه تبادل الرجم الرجم انا ارجم انا لا تراشق انا تم الاعتداء للنهار لدرجة بيستقطبوا الناس بهذا الغرض انا بكره الاهلي انا اتمنى هزيمة الاهلي انا واحنا بنطلع هنا حتى لو قالها واحد عايز يزايد اهلاوة اللي بتاعب وقولك بكره ونقوله يا جماعة ده مش صح دي مش رياضة دي مش رياضة مؤكد دي مش رياضة افرح بناديك يتملكم الغيرة صحيح ما تفخر بناديك بس ما تقللش هو انا روحت عمري قللت من بطلات الاخر اللي ما بيساوق يعني المرضوع بقى في الاخر خلاص حتى يعني احنا سايبينوا بيردوا على بعض الوقت يعني ان يا جماعة ما ينفعش ان تقلل من كل البطلات اللي بيفوز بيها الايل ولما تفوز بيها تبقى هي اهم البطلات ولما افرح انت ايه يعني مش مصدق نفسك لما انت فرح وسبتك تفرح هو انا تجوزت في حقك في حاجة انا فرح وعندي اسبابي للفرحة يزيدي حتى لو انا يعني شايف ان انا بأفور شوفني بأفور بس مش ممكن تعتمني على فرحتي زي انا مش ممكن عدبك على فرحتك انا عدبك على تجوزك بفرحتك فيي انا لم يحدث ولن يحدث وزي حدث احنا اول ناس هتتصدى لهذا الامر محدش لازم نرأي شعور بعض احنا بنقول لازم نرأي شعور بعض طيب انا كذبان ايه اللي خليني اروح ادايق واحد خسران هو اصلا متدايق كل دي رسائل احنا بنقولها وبنأكد عليها فمن فضلكوا بنشعر ببعض الظلم والله جماعة حتى لو بحسن ان هي بيتحمل هذا الكلام لما يتحط الكلام ده قناوات الاندية والتراشخ لا احنا لنا تراشخ احنا بنرد بالأدلة على الكلام بيتقال ولمكانش هنا حيبقى في حيطة تانية على فكر يعني افرد ان انت ملكش قنات ما كنش برضو هنسكت كاعلامين كنا هنجد المنابر اللي تستضيفك تقول فيها الكلام ده تقول الكلام الرسين اللي فيه رسالة رياضية وفيه حقيقة موثقة بتلجأ اليها في ردودك بالضبط ومنطق سليم اه ودعونا اللي عايز ينبهنا لخطأ احنا بنقبل التنبيه لكن بص يا جماعة نحن نعي ما نقول ونقول ما نعي من الاخر حسبونا نحن بنتحدث عن اعلام هذه القناة كل واحد يدفع فاتورته محدش يشيل فاتوره تحده كل انسان يخطئ يحاسد لكن ما تحسبش حد ما اخطأش لمجرد ان انت متاش قادر تواجه المخطئ واي زميل يطرح هذا السؤال يسأل نفسه سؤال الاول عندك قدر من الجرأة انك تلوم المخطئ لوحده او لو هتشايل المسألة في الاتنين قلنا يا قناة الاهلي اخطأت في ايه على وجه التحديد واحنا زي ما الموانت سعدل قال بنتقبل النقد جدا وبنتقبل الرأي الاخر جدا يا راجل احنا بنتقبل التجاوز بتقول مش هنرد على الشخصي هنرد على العام ده النقطة المهمة جدا لكن هذه السنائية على سبيل التخفي وعدم المواجهة والخوف من المواجهة ما اعتقدش ان ده منطق سليم نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف اميني تنسك من عدمة لسامي اهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده هذا الحس الوطن التاريخي في حرصه الدائم على انه يكون افضل ممثل لوطنه وافضل من يتسك مع قضايا بلاده عشان كده كان هناك كلام مهم ب بعض مصر التي في خاطر الاهلي هنقولك يعني حرص النادي الاهلي او حتى حرص الاخرين من الاجانب على رؤية النادي الاهلي من قيمته مشجع او بالادق صحة في برازيلي تعارفين انه الناس كلها جاية للدوحة علشان كسل على فالراجل اسمه تومير جي النهاردة رايح القطر عشان هو اللي بيقود جماهير بلاده في كأس العالم في الدوحة فعمل ترانزيت في القاهرة ساعات يعني جيه الصبح بدري وسافر تقريبا دلوقتي الساعة 11 طيارته فساعات اول ما جيه حاطت في خط او في برزامج زيارته هيروح الاهرامات هيروح المتحف المصري ولازم ان يروح النادي الاهلي الزميلة نورهان طمان مراسلة قناة الاهلي وكاميرا النادي كانت في التمرين لانه الراجل حضر التمرين حضر جزء من التمرين تومير وتواصل مع عضو النادي الاهلي زميل الاستاذ اسلام عثمان واسلام عثمان واحد من الكوادر الشابة اللي اللجنة المنظمة الكأس العالم في الدوحة كانوا اختروه ضمن المتطوعين في قيادة الجماهير والتنسيق بينهم لكن ظروفه عملوا في احدى الشركات ما سمحولوش بالسفر برغم اعتماد اللجنة المنظمة ليه كواحد من كوادر التنظيم في المنديال نشوف هو حضر التمرين بس عشان لانه صحاك وصحاني كان عايز اعرف ان فيه برونو سافيو لعب برازيلي فهو مراش عشان يحضر التمرين هو يعني راح يقابل برونو سافيو فكلمنا له كابتن سيد لانه نظام كده محدش بخش الملعب محدش بخش التدريب كابتن سيد الراجل ده جامل برازيلي عدة ساعات عايز يسلم على برونو سافيو هو عايز يزور النادي بعد مظهر النادي هو بعد مظهر النادي انا عايز اسلم على برونو سافيو فالمهم برونو سافيو عنده برد فما حضرش التمرين ما حضرش التمرين نشوف بقى كابتن سيد عبد حفيز لما قابل تومير البرازيلي والزميلة نورهان طمان في حوارها معا يشوف صفح 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 كان أدفل من الفرزيل كل المعارضة الفرزيلية أنا أدفل وأنا أذهب إلى المنطقة إلى المنطقة وأنت أعلم أدفل هنا أحبت هنا أدفل 16 وقت في قاير ما أفعل أولا ما أفعل أبيلامت سفينك حنوي حليلي مزيوم لا أهليك لا ما شخصه ع SANLY ع練ل احسن ان brightك نحن اشترك يا قولي برونة في احسن مرزيلا نحن نحن نعلك المنجز وعند الرجالات المنجزين نحن نظري نحن 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 تلمقارك بشكل ملين ملين بشجون لكن قلقا مع المزيد سعبدون صحيفة أخبرين الأسفل و يخبرني أظن أنه مهارات بقط بدون أنه في إجبت يوجد عشر من 75 ملين في الوحيد شكراً من الملين اذا من هو تقريبا فرميغا عشر من الوحيد ويوجد عشر من الوحيد المترجم للغاية. ماذا تريدون أن ترى صلاح في العالم؟ نعم. تعرف ماذا؟ واحد عام أولاً كانت في قطار العرب. كانت في العرب وكانت مع سيريا مع سيريا مع سيريا مع سيريا مع سيريا وكانت مع سيريا كانت مع سيريا وكانت مع جيدين وكانت مع سيريا وتعرف حواة سيريا كانت معينة ولكن كانت معينة فريطاني في القطار ولكن إجيبتاني إجيبتان ليس في العالم الآن لذلك فضلك اشتركوا برزيلا اشتركوا برزيلا شكرا 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 بامو أهلي 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 وشكيني على الإنستغرام طورس بركزيلا أهلي لك طبعا احنا كان معنا يعني مشجع برازيلي وايضا مشجع للنادي الاهلي لقناه هنا الصبح متواجد في طبعا مقر نادي الاهلي بالجزيرة سألناه يعني عن سر وجوده وقال ان هو جاي هنا قبل يعني قبل ما يروح كاس العالم قطر او يكون متواجد في كاس العالم بقطر وان هو سعيد بوجوده طبعا داخل النادي الاهلي وسألناه عن اللاعبين اللي يعرفهم هنا في النادي الاهلي قال طبعا برونو سافيو وقال ان هو بيتمناله السلامة من دور البرد ويمكن قال كوفيد ولكن هو دور برد كمان سألناه عن محمد صلاح يعني كنت تحب تشوفه في كاس العالم قال انه طبعا ان هو كان يحب يشوف محمد صلاح نجميله محمد صلاح في كاس العالم وقال ان هو مصري او بروح ودم مصرية وكان يحب يشوف منتخب مصر فيه كاس العالم بالاضافة بقى الى يمكن السؤال الفارق ما بين جمهور فلمانجو في البرازيل والنادي الاهلي قال ان هو كان بيتكلم مع اصدقائه وقالوا له انه يعني يمكن هتلاقي في مصر هنا الشعبية كبيرة جدا لنادي الاهلي اكبر بكتير جدا من فلمانجو لو كنتوا معتبرين الفنامانجو بالاربعين مليون مشجع ليه داخل البرازيل يعني ده النادي الاكبر لكن هتلاقي هنا في مصر النادي الاهلي بسبعين مليون مشجع ويمكن في مصر بس ولكن برا مصر كمان يمكن ميت مليون مشجع طبعا ده كان لقنا هنا مع احد مشجعي او كبير مشجعي منتخب البرازيل من داخل النادي الاهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة اخرى الستوديو طبعا هو يعني الطعم البرازيلي الاحتفالي الحريف الحراء اللي هو نفسه قاد انا لما قابلت المشجعين المصرين في قطر في البطولة كأس العرب انا حسيت انهم برازيليين زينا الروح الروح نفس الشغف ونفس الطرق الاحتفال الجميلة دي يعني لقطة لقطة بتوضح لك ان النادي الاهلي مسامع في كل حد والحقيقة هي دي برضو مسألة السياحة لانه هتلاقي فيه كتير بعد كده من جماهير كاس العالم هيجوا القاهرة حيروحوا الرياض حيروحوا جدة حيروحوا دبي فمن المؤكد ان القاهرة هتستقبل الكتير من جماهير المونديال تأتي لي ان قطر عاملة برنامج لانتشار جماهير المونديال ما بين السياحة العربية كلها السياحة العربية حتى لمصر حصة كبيرة تمام من هذه السياحة نتمنى دا يكون ان شاء الله بشكل كويس الراجل بعد ما ظهر النادي الاهلي راح ظهر الاهرامات هتشوفوا هو بيزور الاهرامات او هو موجود في النادي عمل فيديو صغير ونزيله على انستجرام عن النادي الاهلي زي ما شوفوا وقصوت هو يعني الاسلام او المنزل لما تواصل معاه انا عايز ازور بعض المعالم القاهرة المهمة المتحف يعني الاحياء القديمة والنادي الاهلي فعنده فكرة عن مصر يعني هو مش جاي يعني برضو هو حضر اكتر من 1600 مباراة حضر كاس العالم الاخير في روسيا وانتشرت فيدياته له 250 الف المتابع على منصات التواصل الاجتماعي صحفي مشجع يعني مش مشجع عادي هو بيكتبه بيقرخ وبينقل انطبعاته بيرصد انطبعات ودي مهمة جدا لان الزيارة دي مؤكدة هو حيوسقها وحيكتب انطبعاته عنها ولذلك طب تشوفه في الاهرامات راح الاهرامات ده استثمر 16 استثمرها الاجتماعي نشوفه في الاهرامات اللقطة اللي فاتت بقى لها لقطة اكثر شمولية اكثر اهمية في وجه نظري لانها لقطة سياحية من الطراز الفريد في الدعاية لمصر ده مجهد اغنية اه وغناها في الامام الاهرام فواضح ان وبسها على نمحضر نفسه على هذه الزيارة يعني فشوفه ده اللي كنت اتفاكري ما قلت لك ان عايز المدحة في النادي الاهلي جزء من زياء من برامج زيارة السواح هو ده هو ده المعنى الحقيقي للعمل الترويج السياحي يا جماعة من خلال لقطة مشاكة كروية وصوحة فيه ده اه فكرة سهلة وبسيطة معانا على هاتف الاستاذ اسلام عثمان عضو الجمعية العمومية في النادي الاهلي واللي رفق تمير في زيارته وايضا اللي كان مقرر يسافر للمشاركة في تنظيم كاس العالم مساء الخير يا اسلام مساء الخير يا فنم تحياته وتحيات المهندس عدلي ده شرف لي والله يعني قمتين بنتعلم منهم كل حاجة نتعلم منهم الحب الاهلي وعشق الاهلي قبل اي حاجة تدي الله يخليك بل لي اسلام الراجل ايه قصته بالظبط تمير هو قائد المشجعين بتوع منتخب البرازيل اللجنة المنظمة بتاعة كاس العالم وكاس العرب قبلها في 2021 كانت اخترته يعني اخترت مجموعة من المشجعين على مستوى العالم واصلوا في البرنامج اللي هم كانوا عاملينه حوالي 410 قائد مشجعين على مستوى العالم كان منهم تمير ومنهم منهم العبدالله ومنه كذا حد من الناس على مستوى العالم يعني علشان يبقوا هما حلقة الوصل ما بينهم وما بين الجمهور بتاع الدول بتاعتهم فتمير هو اصلا والده لبناني فهو بيعشق الحاجات العربية كلها ايه هنا هو مصر ترانزيت هو قردي خلاص مسافر قطر فمن الطريق بتاعه قالها عدي على مصر ترانزيت 16 ساعة اختر الرحلة بتاعته تبقى 16 ساعة ترانزيت في مصر علشان ينزل يشوف الحاجات الاسرية اللي في مصر واول حاجة عملها نزل من المطار يعني وصلت الطيارة بتاعته الساعة 7 و 5 الساعة 8 ونص الصبح كان في النادي الاهلي اول حاجة عملها قبل ما يروح اي حاجة تاني يعني هو طلب يطلع من المطار يروح على النادي الاهلي اول حاجة الحاجة الكروية اللي هو نفسه يشوفها هناكو في مصر النادي الاهلي اللي هو نادي القرن اللي بيسمع عنه ده عايز يشوفه وهو بيقول لي انا بحب النادي الاهلي وبعشاقه بس عندي حاجة واحدة بس هي اللي مدايقاني فيه قلت له ايه قال لي ما غلبش كورانسينز بتاع البرازيل في 2012 كان نفسه كنت بشجعه وكان نفسه يغلبه عشان هو بيشجع ساوباوله فهو دي الحاجة الوحيدة اللي بدايقات ان الاهلي بغلبش كورانسينز فهو جي النادي الصبح اتفرج على الدولاب البطولات كان مبهور به طبعا كان عايز قبل برونوسافيه بس دور البرد اللي عنده منعه ولكن كابتن سيد عبد الحفيز يعني طبعا بالتواصل مع حضراتكو يعني اعسفين طبعا على ان احنا صحناكم من النوم النهاردة ولكن يعني ده عهدنا بيكم يعني وحركوا بتتأخروش عن اي حد في اي حاجات تقص النادي الاهلي كابتن سيد كالتر الف خير ويعني ساب التمرين في بدايته جي مخصوص عشان يقابل الرجل وطلع راحب بينا بكل وده واحترام يعني ده ده حاجة نشكره عليه زار الاهرامات وزار المتحى في المصر مش كده زار خلصنا في النادي الاهلي طلعنا على المتحى في المصري والحي القبطي في مصر القديمة والاهرامات الاهرامات وابو الهول وكان حد من المشجعين الاهلوية الكبار يعني المحترمين محمد معروف يعني باسم مومي عندنا في المدرجات بتاعت الاهل يعني قرر لما عرف ان هو الراجل جاي قال لي والدتي هتعمل له اكل مصري يجي عندنا البيت هو بيته لازق تقريبا في الهرام يعني من الشباك عنده هو اقرب بيت للاهرامات هناك فهو الراجل جاي اتغدى بعد كده في بيت مومي صديقنا يعني الاهلوي خلصنا وطلعنا بعد كده على خان الخليلي وطلعنا على راح اشترى شوية حاجات كده بس يعني هو الراجل كان اول حاجة الاهلي وبعد كده ختم زيارته من شوية كده واتحرك على المطار يعني طيارته الساعة 11 ونص نتمنى تنشيط السياحة الحقيقة هيكونوا مهتمين ينزلوا القاهرة جدا جدا يعني الموضوع يعني هو الراجل في فيديو 47 ثانية اللي هو عمله في الفيديو ب47 ثانية المتابعين بتوع حوالي 20000 يعني ربع مليون متابع الفيديو 47 ثانية ده لو احنا هنيجي نعمله بصيغة التجارة يعني ده يدفع في ملايين الراجل ده فعلا في 47 ثانية بخطب الجماهير اللي جاية بكل لغاتها يعني الجمهور لما يشوف واحد زي ده بيتكلم بالطريقة دي عن مصر بيتثوي فلوس حرفيا وفي قطر الكارت اللي هو زي الفان اي دي عندنا اسمه كارت هايا ده بعض الدول زي السعودية مثلا عملت قالت والله اللي مع الكارت ده اللي مع البطاقة بتاعت المشجعين دي وداخل قطر ممكن ييجي عندنا من غير ما يعمل تأشيرة مسبقة ومن غير ما يعمل الإجراءات اللي بتتعامل دي كلها ويدخل يعمل عمرة يعمل سياحة يعمل كذا دول زي عمال كذا دولة من الدول بتاعة الخليج فنتمنى ان احنا يعني حاجات زي دي دي تستخدم تنشيط سياحة فيها انها فكرة حلوة جدا وبسيطة وغير مكلفة انه كنت تعمله توسع الجروب بتاعك والجماعة بتاعتك وتعمله حاجة كده في حب مصر وتتواصل مع شباب العالم وتدعوهم يجي مصر يشوفوا مصر النهاردة كابتن عدلي يعني النهاردة عملت معاك هذا فيديو دعينا فيهم الجمهور اللي هو بيخاطبهم كله انهم يجوا مصر ويشرفونا ونكون في خدمتهم في أي وقت وعملناها كذا مرة يعني حتى معلجنا المنظمة الكاسي العالم لما كانوا بيطلبوا من قادة المشجعين فيديوهات قررنا مرة ان احنا نعمل الفيديو عند الاهرامات لما طلبوا حاجة من كل دولة كل واحد كان بيروح حتة مميزة عنده فاحنا رفنا عملنا فيديو مخصوص عند الاهرامات عشان الناس يجي تشوف مصر يعني انا اتمنى اشلام الفكرة تبدو يعني مبالغ في هذا الحلم ولكن متأكد انه ممكن نوصل الله لما ملايين الشباب احتضنوا هذا الامر وانتشروا واحتضنوا الفكرة وتواصلوا مع شباب العالم كل واحد في الحتة اللي يعتعجبوا يعني صحيح ولو كل واحد خاطب اسرة ها نعم هيبقى لنا ملايين الاصدقاء على مستوى العالم ويجوا هتتعمل نهضة صحية أولاد اتمشو تخيلنا ممكن تبقى بزنس ليكم ده ممكن يبقى شغل ليكم يعني اللي يقدر يعمل حاجة يعملها وحاجات بسيطة جدا وانا رأي يعني ابتد يعمل جمعية واللي عمل حاجة انشر على مستوى ملايين الشباب ازا لان الساعة تأتي من ثقافة الشعب اذا كان الشعب صديق ومحب ومهتم انه يبقى له اصدقاء من العالم هنا الصحف حييجي يشعر انه في بيته ويشعر بالامان صحيح صحيح جدا يعني الساعة عايز هذا الشعور فياريت ياريت نحتضن الفكرة دي ونميها انا انا مش عايز انسى بس حاجة مهمة يعني تكملة لكلام حضرتك الناس اللي بتستابل الساعة ومعاملتهم ليه دي بتفرق معا 180 درجة طبعا يعني انا لا انسى بقى لك بقى ده لو جايلك انت ضيفك هتعمل معي ايه بالزبط طيب ده انا بقول حركة يعني كان معنا النهاردة مرشد اسمه هيسم اسماعيل كان مرشد الاسباني والسائق المحترم اللي كان موجود من شركة السياحة الاتنين قمة في الاحترام والادب والاخلاق اه وساعة الصدر ويعني تمير تمير زي ما انت شايف كده هو ايه يعني هايبر جدا وإنجاتي جدا وهو بيقول على نفسه انا مجنون يعني انا مجنون كورة فهو يعني تضيعته كده فهو عشان تعرف بس تخليه يعني يعمل الحاجات اللي مفروض تتعمل او الهولز اللي انت محططهاله اه مش سهلة يعني هو هو عايز ينطلق بس انت لا ليك فيقلمة سمعينة فقمة الاحترام من المرشد اللي كان معنا اه بيتكلم باحترام شاب محترم فدي وجهة كوي يعني وجهة للناس هنا في مصر ياريت ان احنا كمان ده يبقى ثقافة عامة عندنا كلنا يعني محدش يدايق الناس اللي جاية محدش يتعامل اشتغلوا مع بعض هتوصلوا لها بالضبط الجروب ده الجروب ده ممكن خلال سنة هيوصل ملايين فالدموع دي حطولها اسم وكتبوها دعوة وتواصلوا مع بعض وانطلقوا باذن الله سبحانه وتعالى وانحنا النواة بتاعتها حتى القادة بتوع المشجيين اللي على مستوى العالم اللي احنا تعرفنا عليهم في كاس العرب واللي معنا لغاية دلوقتي على تواصل اللي هيروحوا كاس العالم دول كلهم يعني ممكن نعمل لهم دعوة يشرفونا في مصر لو حد يتبنى الدعوة لازم تشتغل من خلال هاية تنشيط السياحة يا اسلام لازم مع هاية تنشيط السياحة توفر لك قليات كتير ان شاء الله توفر لما تلع لكن انت لكل واحد يا سيد إبراهيم عمل صديق برة اه لا انا باقترح انا باقترح من عند احراك من عالمين برداء دلوقتي القادة بتوع المشجيين دول كلهم كل واحد فيهم وراء ملايين المتابعين يعني هم تبقى اختيارهم بعناية اصلا ان هم يبقوا في الفان ليدرز من لجنة منظمة عشان كل واحد فيهم مؤثر في بلده فالناس دي كلها كل واحد فيهم اه انت مش محتاج غير ان انت وراء جمهور كبير ها 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 دي مفاتيحة اه وراء جمهور كتيرة طبعا يالله يا اسلام مرينا همتك واحنا معاك وكل حاجة توصل الله احنا مستعدين اه يعني نعمل عليها دائرة ضوء عندنا هنا انت يعني ده يبقى شرف لنا وده ده ده دورنا كلنا ان احنا نساعد بلدنا في اي حاجة شكرا جزيلا احتقام الحدثة جدا شكرا اسلام عثمان عبد الجمعية العمومية في النادي الاهلي وديكوا شايفين حجم النشاط وحجم الحماسة الشبابية اللي عنده كل واحد بيحب بلده وعايز يخدمها بأي صورة لما تجيب بواحد زي كده قائد مشجعين يعني وراه مؤثرين او جماهير كتيرة بيأثر فيهم يعني فاستاذ ابراهيم يعمل لهم فيديو زي كده هو في الاهرامات وبيغنب لغتهم بيقول لهم تعالوا هنا هي دي مصر يا جماعة وهي دي خدمة البلد بجد كل شيء عدوى الخير عدوى والشر عدوى اه عدوى طبعا انا شفت من اسبوع او اكتر شوية شاب عمل فكرة بسيطة جدا انه ينظف نهر النيل من البلاستيك بقى بيزنس النهاردة بيجمعوا اطنان ها من نهر النيل اطنان وابتدوا بقى له طب ونجمع كمان الكنز والحاجات اللي هي اللي مرمي الصلبة اه ابتدوا وتتوسع الفكرة وتتوسع الفكرة وتتوسع الفكرة اصبحوا بيجمعوا اطنان من المواد التي يعد تدورها وحيروحوا يطوروها في اماكن اخرى وتتنقل في بلاد تانية حتبص تلاقي بلغ تلضب بهذه الافكار شوف الفكر الجمعي هو لا توجهه بشكل طيب يبقى طيب توجهه بشكل سيء هيبقى ضار صحيح فكلما ابتعدنا عن العشوائية واتجهنا الى التنظيم المفيد الاجابي وكل الشباب دول والله العظيم لو طلبتم مننا عنينا وموسان ده ان احنا يعني اللي انتوا عايزينه مننا كاعلام وكبرامج انا والاستاذ ابراهيم احنكلم باسمك طبع يعني بفضل من عند ربنا يقوينا ان احنا نقف معاي فكر ايجابي من شبابنا اللي صالح هذا البلد لان بلدنا تستحق وهذه هي مصر التي في خاطر الناد الاهلي نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل حالا بحضراتكم جديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حريص زي ما قلتلكم من شوية انه كل حاجة بيعملها بيراعي فيها المصلحة العامة وبيراعي فيها صورة بلده وبيراعي فيها قضايا بلده وحتى مسؤول النادي مش هتلاقي حد الا حريص انه يكون هو القدوة الحقيقية والقيمة الرياضية اللي بتعبر عن قيمة النادي الاهلي زميل محمد شبانة تحدث عن هو الخطيب عمل ايه لمصر نشوفه هو الخطيب عمل ايه لمصر الجاملة دي بقالي يومين كل ما روح حتة اتسئل السؤال ده هو الخطيب عمل ايه لمصر كلمة عمل ايه لمصر بيقوله في العلوم حاجة اسمها القوى النعم يوجد موجودة في العالم كله قوى النعمة اللي هو كيف تخترق قلوب العالم بالفن بالثقافة بالعلم وبالرياضة وبكرة القدم على وجه الخصوص يعني الخطيب واحد من اهم اساطير كرة القدم المصرية اللي بيمثله قوى نعمة قوية جدا على مستوى الوطن العربي وافريقي على الاقل ليه اول لعب مصري يفوز بافضل لعب في افريقي كتوقتها الفرنس فوتبول اللي بتعمل الجايزة سنة 83 فالدنيا كلها الفرنس فوتبول لما تعلن افضل لعب في اوروبا وافضل لعب في امريكا الجنوبية وافضل لعب في اسيا فتعلن افضل لعب في افريقي الخطيب ده يمثل قوى نعمة لان الدنيا كلها بتتكلم عن كرة القدم المصرية ممثلة في الراجل اللي اختروا وقتها يعني الخطيب مش هتكلم عن انجازاته يعني واقول ان هو كاسبان ده ورعب طال افريقيا مع الاهلي مرتين كاسكووس الافريقية ثلاث مرات ده كاسق امم 86 اولمبيات مرتين مرة في موسكو تلاغت والمرة الثانية 84 وصلنا الدور الثانية لوس انجلوس اعتقد لكن النجاح القروي والعبقاري لمحمود الخطيب والاخلاقي وتحط احتها كده ايه 86 الف خط خلق اسطورة فتقول لي عمل ايه المصر الخطيب عمل كتير لمصر بنجاحه وباخلاقه وبكل حاجة اتفق تماما مع هذا السرد البسيط ولكني سوف اصحب بعض الشيء تفضل ماذا قدم درجبة لساحل العاد ماذا قدم صاموال اتو للكاميرون ماذا قدم ضيوف او لسنغال ساديو مانيه ساديو مانيه لسنغال ماذا قدم محمد صلاح لمصر قدم النموذج الفز الرياضي الراقي الذي يتحدث عنه العالم قدم القدوة الطيبة لشبابنا يعني قدم كل يعني يعني انت انا متأكد وبسمحها في بيوت كتيرة يلا عشان تبقى ذكبت الخطيب كده في اخلاقه وفرقية هذا ما يقدمه اي انسان شخصي عام يحافظ للناس على قيمة السلوك والناس تشاور ان مصر فيه حد كده ايوه القوة النعمة ماذا قدم عهد الامام ماذا قدم عباقرة الفن ماذا قدم عمر الشريف ماذا قدم عبدالعام حافظ ماذا قائز ده عبدالوهاب ماذا قدمت فتح العمامة ماذا 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 قدمت انت لما تروح تونس والمغرب يكلموك على سيد مكاوي يكلموك على عبدالوهاب وتركب يا اخي التاكس معظم الناس يقولك نغني لك مصري بيحبوا يغنوا مصري هذا العمق الحضاري والثقافي الذي يصل الى الآخرين من خلال القوة النعمة هذا ما يوسله هؤلاء ومنهم وفي الصدارة وجنبهم كتف بكتف عشان ما نصنبش يعني يقول الصدارة وكده يأتي محمود الخطيم يأتي الشخص الذي يتحمل برقي وصم ولا ينجرف للاستدراج عشان كده ما بقولك ما تيجي تعمل مقارنة ما ينفعش تقول تراشق الراجل وده بيتراشق ده بيصمت بيبتسم ممكن يكون بيحاسب بينه وبين نفسه ممكن أسرته تكون تعيش في لحظة من الضيق الشديد لما تعرض له ربه الأسرة الطيب دمت الخلق أنا أتحدث عن قيمته الإنسانية لأن قيمته الرياضية ماهيش محتاجة لحد يشاور عليها ولا أتكلم عليه إحنا عايزين النمازج دي هذا ما يقدمه كابتن الخطيب الحياة نموذج كابتن محمود الخطيب في تقديم القدوة وتعظيم السلوك لو لو يقدم حتى من الكرة وموهبتها أو بيكرم في كل العالم أي حاجة غير تعظيم القيمة والسلوك والقدوة للشباب فهذا يكفيه لأنه لما تسمع كل أساطير الكرة العربية إحنا عرضنا الأسبوع اللي فات شفتوا رابح مجر في الجزائر بيقول ليه على محمود الخطيب شفنا عزيز بودربالة في المغرب شفنا طارق دياب في تونس كل عظماء الكرة العربية شفوا كلامهم عن وجهة مصر الحضرية الكروية ممثلة في محمود الخطيب هي دي الوجهة أي حد بيسأل الخطيب عمل إيه اسأل عن الصورة وشوف الآخرين بيعملوا إيه برضو اسأل عن الصورة وما تنساش تسأل عن الصوت كمان لكن الزميل محمد شبانة راح لمنطقة تانية فيما يقدمه الأهلي لبلده من الإعمار والنماء لمجرد أن يتواجد في كل بقعة قسم النادي الأهلي نشوفه خبر طالع بيقول أن في العالمين كان لسموحة أرض مخصصة يتعامل فيها نادي وكانت الفكرة أن يبقى نادي اجتماعي راقي تسحبت الأرض من سموحة وزارة الإسكان لما جدت فكر تبدأ الأرض لمن يشيدها وتضمن تشيدها بالشكل الجيد والمثالي والمقبول بدتها للنادي الأهلي النادي الأهلي بيستعد أو هيستعد لإنشاء افتتاح الفرع الرابع وإنشاء الفرع الخامس مع تجهيز مشروع بناء استاد النادي الأهلي ببسمع الأخبار دي ببقى سعيد جدا لأن أنا شايف دايما بص الناس توقيت لك الأهلي 2 مليار جنير رعايته في الأربعة السنين أنا شايفهم قولايدين جدا أقسم بالله الناس بتزيت عشان خاطب بتقوم ربط على طول ببقى الأندية شفت إحنا بكام وإنتم بكام شوف طبعا اللي فكر كده تعرف على طول إنه مش فهم الموضوع لكن القوة الاقتصادية للنادي الأهلي أعلى من كده ومشان اللي بقول فيسبوك بيقول لنا كده قال لك أكتر خمس أندية تفاعلا في شهر أكتوبر اللي فات خمسة على رأسهم ريال مدريد طب تاني نادي مين المو طب المصرين داخلين على ليبر بول مكسرين الدنيا على صفحة ليبر بول تالت نادي مين برشلونة رابع نادي مين منشستر يونيتد خمس نادي النادي الأهلي وأرقامهم دقيقة جدا لأنها بتتحسب الكمبيوتر طب مش بعد الأهلي شرخ الشرخة دي لأنه مركز في قصص دي مركز في التطوير ومركز في الإنشاءات ومركز في أمور التسويق ومركز إنه إزاي يسوق نفسه كويس وإزاي يطور نفسه ويكبر نفسه ويوسع نفسه ده اللي مفترض كل الأندية الجماهرية تشتغل عليه لو سمعتوا الكلام ده بعناية حتعرفوا الأسباب لكن أنا عايز بس أقول حاجة في موضوع العالمين هو العالمين النادي الأهلي بقى له مدة نفسه يعمل فرع في اسكندرية فيبدو أن المسؤولين رأوا يريد يبقى في العالمين العالمين يا جماعة المخطط لها أنها تبقى الأسكندرية الجديدة تاخد العشرات الملايين وتروح هناك محتاجين طبعاً نادي لما يفكروا محتاجين نادي حيفكروا في النادي الأهلي لكن الخبر اللي يطلع من نادي الأهلي مش هيطلع إلا لما يبقى فيه شيء رسمي ووصلهم هذا الكلام بشكل رسمي ويتعرض على مجلس إدارة ودراسة الجدوى وحتاخد بعض الوقت لكن اللي مش هياخد بعض الوقت ايه؟ الحاجات اللي تمت التجمع أستاذ براهيم امت فتتاحه؟ خمسة وعشرين الشهرين خمسة وعشرين نوفمبر نوفمبر عشرين اتنين وعشرين هتشوفوا صرح رياضي اجتماعي مدهش مدهش هيغير نمط الحياة في التجمع الخامس هيغير نمط المنطقة اللي حواليه هيغير حاجات كتير جدا وحيقدم الصورة التي هو الأهلي بيعمل ايه؟ بيعمل كده بيعمل الشيء الطيب ونموذة قياداته بتعمل ايه؟ بتعمل كده هذا ما يقدمه قيادات الأهلي الاعمار والتنمية ومنه الكابتن الخطيب الكابتن حسن حمدي يوما ما كرمة انه احسن رئيس نادي في أفريقيا ايه دي؟ ايه دي؟ معناه ايه؟ تعمل ايه دي؟ تعمل ايه دي؟ مع مصر في الحتة دي ولو ان هناك ناس بتلتقت هدي الأمور وبتسوقها مش أكل جيد كنا شوفنا صادة هذا الكلام تحدث ان احنا لن نسوق هذي النمزج الطيبة النادي الأهلي وكرم جازد بن راشد اه؟ اه؟ افضل افضل نموذج اداري اداري اتعامل مع الأزمات اه؟ وتجاوز الأزمات وخرج منها بمكاسب النادي الأهلي هذا ما يقدمه خيادات النادي الأهلي للإضافة طبعا إلى القدوة الصالحة يعمل كذا عشان تبقى زيفلات ولذلك الإنسان اللي مش عايز يمشي ضغري بيتعب في النادي الأهلي مالوش مكان في النادي بيتعب والله بيبقى تعيس النادي الأهلي مش سهل انك تعيش فيه لانه تحفظ وضوابط وأهداف ورسالة لا يتحمل إلى الجدون فيلقوا كل ياخدوا المجد يعيش معهم ويكبرهم ويرجعوا يكتروا ويقدموا لصالح بلدهم هذه هي قيادات النادي هذا ما يقدمه النادي الأهلي النادي يتصق مع هدف بلده وفي ظهر بلده ومهما فما تاخدوش النادي الأهلي فيه مقاربات ما لهاش لازمة ده كلام مهم جدا نرجع للكورة الأهلي جاب مارسل كولر وقبل ما يجيب مارسل كولر كان الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط أخدت القرار بإراحة اللعبة في نهاية الموسم الماضي وكانت دي في حد ذاتها الصفقة الكبيرة لأنه نتج عنها المستوى اللي احنا شفناه مع كولر واللي تكلم عنه واحد من نجوم الفترة الزهبية للأهلي محمد بركات نشوف هو ده النادي الأهلي اللي بيلعب علشان يكسب والبداية كانت مشجعة والناس كلها بتتكلم في تطور لعيبة كتيرة وزي ما قلنا الراجل واضح من ساعة ما جيه ودي أهم حاجة يا جماعة الراجل ما يجيش في النادي الكبير زي النادي الأهلي ما تجيش على السمع ولكن في الآخر اللي حشوفه هو اللي أنا بحكم عليه وده احنا شفناه في مواقف كتير اللي أنت عندك كتيبة من اللعيبة اللي بتلعب في الربع الأمامي ولكن الراجل فترة الأخيرة شاف إن كريم فؤاد يعتمد عليه ابتدى يديله الراجل اللي قال لك لا أنا حقفش في الفرص فابتدت فجأة مصر كلها بتتكلم على كريم فؤاد متولي خد الفرصة قاعد شغال بعد كده فكركم يا جماعة أنت عندنا لعيب في النادي الأهلي عشان برضو ما تنسوش اللعيبة القديمة بتاعتكم اللعيبة الدولية واللعيبة واللعيبة أنا عارف الجمهور النادي الأهلي ما بينساش حاجة ولكن أنا بكلمكم على فكر الراجل يعني واحد زي أيمان أشرف لعيب دولي ولعيب كان أساسي في النادي الأهلي ولعيب بيتبني عليه الفرق أو على طول موجود وي وي كلام دوت الراجل لما أجي اختار اختار مين اختار عب مين عم متولي هل معنى كده مثلا واحد زي أيمان أشرف ما بين يوم وليلة بقى لعيب وحش لا لعيب كويس والعيب جامد وكل حاجة وراجل وي وكل حاجة عاستقولها على أيمان أشرف ولكن هتلاق رؤية الراجل الراجل شاف كده أقول لحضراتكم على حاجة تانية ماتش زال ماتش الأخير شادي لعب ومحمد شريف لعب وحسام حسن لعب الراجل عارف يستخدم مين امتى وفين الراجل شغل بطريقة كويسة جدا وفيه شكل وسيستم للنادي الأهلي هو ده النادي الأهلي أنا سعيد علشان الشكل ده هو ده النادي الأهلي أنا بضم بصوت الصوت الكابتن بركات الراجل حريس يبقى له رؤيته الخاصة يشتغل بعدل كل واحد جاي دوره وساعة ما حييجي دوره حيبقى نجمي وشار إليه يعني لما حتلاقه بما أنه ذكر أيمان أشرف ساعة ما حينزل أيمان أشرف هو أيمان أشرف وقعد تقديمه لأنه مش هيشركه إلا إذا كان في لحظة وفي طريقة تزيده تقلقاً ويستفيد منه فريق من ثم إذن الدنيا مشى وبركات الحقيقة تكلم أنه سعيد علشان هو ده النادي الأهلي الرجل شغال وبقى فيه سيستم السيستم هو كل شيء والشخص اللي يسيب وراءه سيستم ده شخص صادق شخص أمين شخص جاد شخص نطلع الفاصل شخص يتخرجنا الفاصل وإحنا مطمئنين أهلاً بحضاتكم من جديد طيب تجربة الأهلي مع مارسل كولر هي فات فيها ست مباريات الجهاز الفني حتى الآن حقق ستة من الستة يعني فاس في الست مباريات سواء في اتنين على اتحاد المنستير التونسي في دوري الأبطال أو مباراة الزمالك في كاس السوبر أو المباريات الثلاثة في الدوري ستة من ستة الشهادات بشأنها مستمرة شوفنا رأي محمد بركات خارج الحدود نشوف رأي النجم العراقي والمحلل والمدرب الكابتن ميسم عادل يجب أن لا ننكر دور المدرب كولر اللي استطاع أن يفجر طاقات بعض اللاعبين وخاصة كريم فوات هذا اللاعب اللي حصل اليوم على في أحد مواقع الترانسفير ماركت المسؤولة عن التقييم بعشرة من عشرة وهذا رقم خيالي حتى أكبر اللاعبين العالمين لا يستطيعون الحصول عليه وفي موقع آخر الترانسفير ماركت حقق 9.8 وطبعا أفشي حصل على الترتيب الثاني في أعلى التقييم بـ 9.3 أيضا متولي هذا اللاعب المدافع الهائل اللي استطاع أن يفجر مواهبة وأن يجعله من أفضل المدافعين اليوم في الدور المصري وفي أفريقيا ثم النواحة الهجومية اللي دائما ما يحاول أن يبتكرى هذا المدرب حتى في تبديلاته يعني المدرب هذا حتى عندما يفوز لا يعود يدافع كما حصل مع المدربين الآخرين اللي احنا ما نظلم حقهم الفريق من ناحية التوازن ممتاز نلاحظ الفريق ما دخل شباكة غير هدف واحد في ست مباريات وسجل ما عاش هدف أيضا نتكلم عن أن النادي الأهلي رجع إلى وضع الطبيعي وهذه المسألة غاية في الأهمية لأنها تعطينا الانطباع السائد عن النادي الأهلي من خلال الإرادة والشراسة والروح القتالية اللي يتمتع بيها لاعبون النادي الأهلي اللي عادت إلى طبيعتها وعادت إلى رونقها وبالتالي الفريق يضع قدميه على الدرب الصحيح اللي دائما ما كنا نتكلم عنه في كل أحاديثنا عن النادي الأهلي طيب كلام يعني بيتطابق مع كل الناس التي أبرزت إيجابيات هذا المدرب وأنا بدأت أخاف لأن الكلام الكتير يعني بيرفع سقف التوقعات جامع جدا لكن مضطرين يجيب الكلام الطيب هو بس الكلام ما يسمى كمدرب هو الرجل المتاز في حاجتين ما يسمى بيقولك حتى لما بيتقدم ويكسب بيفضل بيهاجب ودي جديدة برضو على كثير من المدربين كثير من المدربين لما بيسجل مرة واثنين بيبدأ يميل للدفاع قالك الحاجة الإيجابية في أداؤه أنه طول ما هو بيلعب بيهاجم هو في وضع هجوم طول المباراة أيا كانت النتيجة إيه ربنا يصور بقى وتفجير قدرات اللعبة دي مسألة مهمة جدا أنه أنت الفجأة بتطلع من اللعبة مخزون الناس ما كانتش شايفاء هذا عدل أن يذكر الأمور الطيبة عن الراجل لأنه اللي شافوها بس أنا مش عايز نطلع فوق قوي واحدة واحدة كده لسه أعتقد أنه عنده أفضل من كده تشوف الكابتن أسامة خليل؟ ده مهم لأنه الكابتن أسامة خليل قل ما ترى منه رأيا إيجابيا لخص النادي الأهلي ففرصة ففرصة نسمع منه كلام حلو حتى نسمعه تاني نقول أهلا بك رأيك في كلر وما هي الإضافات اللي أضافها على فريق النادي الأهلي؟ إعادة الثقة يعني دي برضو نقطة مهمة جدا عام النفساني في غاية الأهمية بالنسبة للفريق كفريق يعني لاحظ ده كده المتحد الأهلي يلعب ليهاجم خلي بالك يعني إحنا ما نتفرجش على فريق بيحضر لا ده هو عايزه يوصل للجول علشان يجيب هدف ده اسلوب أداء الأهلي وده القوة الدفعة دايما في اسلوب أداء الأهلي أنه عنده الرغبة أنه يطلع كسبان المباراة خلي بالك دي برضو من الحاجات اللي هي مش متوفرة كتير في معظم الأندية المصرية هنا مسألة المساحات بقى لما أفكر فيه إزاي اللاعب لعبت النادي الأهلي بلاقوا بعضه جوه الملعب بطريقة سليمة في تصوري ده نتيجة لفكر تدريبي متواصل وأنا شايف أن المدرب الحالي النادي الأهلي عنده برضو رؤية وعنده هدف عالي قوي قوي بجانب أعادة الثقة أنه عايز يواصل المشوار لنهايته ويوصل بالنادي الأهلي أنه هو ياخد البطولة اللي اعتاد أنه هو ياخدها مسباقا من مدة ما قدرناش يعني نحظى أو نسمع كلام فيه ثقة فيما يحدث في النادي الأهلي من الكابتن أسامة خليل كابتن أسامة خليل تهتم بكلامه لأنه هو راجل مدرب فلما بيقايم مدرب زيه ومش معتاد يعني ما نقدرش نقول أن ده من نتيجة يعني أنه ملحاز لنادي الأهلي لا أهلي ده مش ما يصنفش لكن هو كان عادلا في تحليله وتوصيفه أنه أعادة الثقة ودي نقطة مهمة الأسلوب والدوافع وكمان فكرة استغلال المساحات والهجوم المستمر وبعدين شايف أن ده يتوافق معروضة النادي الأهلي اللي هو عايز يرجع من خلال هذا المدرب للبطلات نتمنى أن يتحقق هذا طيب وأنا مستغرب أنت مش مستغرب زيه أين الكابتن أسامة خليل من النادي الإسماعيل آه بعيد دا نحن المفروض يبقى الناس دي هو ده وقت قربوا من النادي يباركوا أدوار يعني النادي الإسماعيلي محتاج كل أبناء طيب باستثناء محمد بركات كواحد من نجوم النادي الأهل السابقين الأراء الباية كلها أراء ناس غير أهلوية عشان كده يبدو الإنصاف والعدل فيها واضح سواء ما يتعلق بالكابتن أسامة خليل أو ما يتعلق برأي الأستاذ فتح سند نشوف كيف رأيت كولر كولر مدرب هذي كولر يعني أنا من أول مطفل إسماعيلي ما قد بالك يعني شفت شكل متغيق شفت كورة شوية فيها تحسن في الأداء فيه كورة على الأرض تتلاه بشكل كويس فيه بعض الأمور فشايف أنه هو كولر كويس هل الفوس بالسوبر إدى جرعت ودفعت ثقة لكل المنظومة الكروية في النادي الأهلي بدءا من كولر ردت الروح في النادي الأهلي ردت الروح في النادي الأهلي وكانت بتتكلم تقول لك هي هل هتأثر هي أفادة الأهلي لكن برضو لو كان خسر الأهلي فريق كبير نعم فريق كبير السماء اللي كلنا لمسناها كولر هادئ واسماء على مسمى هادئ كولر مبرد رأي الفني بقى لكابتن فاروق عفر أعتقد مهم لكن ملاكش انتباع الاختيارات يعني بعض الناس قالت إن كريم فؤاد زي مش موجود أصلا نهاردة كريم فؤاد لعيد كويس لكن الراجل اكتشف لي مكان كويس هو ده بقى ده نجاح المدرب حقيقة الوابع إن الراجل اصطر له مكان كويس راجل ده كان بلعب باك رايت كريم ما كانتش كل قدرات إمكانية كل ده كان مستخبية إنه راح لعب لقدامه وباديته حرية ديوته السرعة كرات عرضية تصيبه على المرمى دخوله 18 دخوله 6 أرات فأنت قالت عملت حاجة جديدة يعني أنت غيرت يا أنت كنت مع اختياره ولا لا يا كبت يعني أنا لا والمفروض زيه زي العيبة فيه العيبة ممكن أقلم أنه اختارهم طبعا الكيميا كل يتحدث عن علاقته باللاعبين كابتن شبير بيعرف الأجواء يعني طيب كابتن فاروق عفر أجرت الحاجة ركز فيها كريم فؤاد كريم فؤاد اختيار كريم فؤاد لأنه فعلا أن أنت تروح تجيب لاعب باك رايت فتحطه في التلت الهجومي فتبان عنده هذه القدرات دي مسألة كانت مهمة جدا في نجاحات كولر في توظيف اللعيبة يمكن محمود متولي هو ده مركزه لكن الاستعانة بكريم فؤاد كجناح مهاجم يعني أصلا ملاحظة خلاص مصر وكلها شايفاء أستاذ براهيم هو أكد عليه الكابتن فاروق لكن أنا إيه اللي خلاني خفزت على عايز تعرف رأي شو بيع لا أنا سمعته أصلي فأنا أنا ربط أنت جاي بفقرة نشوف رأي كابتن شو بيع نشوف رأي كابتن شو بيع حالة كده من الكيميا الطيبة ما بين المدرب وما بين اللعيبة إيه هي إنه هو مش بيسرف في المحاضرات ما بيحبش المحاضرات الكتير يعني فيه تمرين يقعد مع لعبة 15 دقيقة 20 دقيقة بكتيره وساعات ما بيعودش يعني ساعات ييجو على الملعب بس لازم يخش يسلم على كل عيب يتطمن على كل عيب وعمل حالة انضباط داخل غرفة الملابس ده اللي أنا قلت لك قبل كده ممنوع الموبايلات ممنوع الكلام ممنوع مش كلام ما بينهم من بعضهم يعني أي حاجة وسائل التلفونية بتاعه ممنوع خالص بتدخل قط اللبس وتلفونك مش معك أو مقفول وحطه في طلبك انت حر يعني لكنه كل ده ممنوع ولا في غرفة العلاج ولا حتى وانت بتاكل ممنوع خالص يعني بس عامل حالة من الالفة بينه وبين اللعيبة يعني حتى اللي أنا بتلعبش مش زعلانين منه يعني أكل اللعيب أزلعب بس هم حاسين انه في حاجة جديدة موجودة من الاحترام من الانضباط من السيطرة على غرف الملابس من الجانب الفني لكن المهم انه في حالة من الراحة من الهدوب وده أمر جيد يعني شوف ده مهم عشان كده أنا كنت عايزة أربط بين كلام الكابتن فاروق مع الكابتن شوبير لأنه هو لما قالك هم مختصرش كلام الكابتن فاروق على كريم بس ده قالك حمدي فتحي يتقدم بشكل جيد وقدم محمد شريف بقاله دور مؤثر ومهم يعني هو اقتصر قالك أعطى ثقة لبعض اللعيبة وأعطى لها لبعض الأوراق التاكتكية اللي يعني كل داخلات شهرين عما يجي كابتن شوبير يقولك وقد أعاد الانضباط إيه لها قط اللبس فكرة منع الموبايل دي كان نفس فيها من زمان كنت بقولك يا ريت عشان اللعيبة كمان كانت عايشة قوي قوي مع الموبايل زينا كلنا في بيوتنا مأثرة علينا وعلى علاقاتنا يعني والموت بتاعنا اللي بيعرى حاجة مش حلوة بيتدايق وبينشغل فهذه الجدية وهذا الهدو يعني ممكن تبقى راجل بيزعع طوله نار عشان تخوف الناس لكن أجمل شينك تخوفني وانت هادي هادي قوي مش تخوفني خلينا شيء الهمة إنك تزعل مني وأعتقد إن هي دي أنجح علاقتي يعني وأعتقد إن ده اللي موجود وربنا وفقه رب طيب نشوف رأي بقى لأستاذ حسن المستكاون تسعة عجابت كان عجابت جدا أصلا أنا عجبني كمان المدافع أبو عقل ده أبو مخ ده يستخلص ويلعب ويبني هاي لابنتولي والله كنت فيني يا متولي بس صبات أخرته كتير أنا يعني طبعا التقييم بتسعة وتمانية يعني هو عايز يديله تقييم عالي ممكن تقول تسعة ونص وممكن واحد يقولك سبعة ونص ومش دي المهم المهم إنه شاف أداء مختلف عند لعب غابة كثيرا لإدراكة بقوله منت فين كنت فين يا متولي فأعتقد محمود متولي لم يقدم بهذه الطريقة من قبل في حياته يعني الحقيقة محمود متولي يا جماعة في حد ذاته النموذج بتاعه ده رسالة لكل اللعبة مش بس في الآل في أي مكان اللعب الأستاذ حاسم السكاوي بقوله كنت فين لأنه اللعب اللي يقعد تقريبا سنتين بيعاني من إصابات وبيرجع وبيتعور عنده حظ سيء لكن ما فقدش ثقته ما فقدش تركيزه في التمرين ما فقدش الجدية اللي هو فيها بحيث إنه لما الرجل يجي ويشوف هذا اللعب بهذا الأداء وهذا الروح وهذا الانضباط هدين السجابة فلما يديله يجي من بعيد قوي ويروح منتخب مصر ويبقى تقريبا المدافع الأفضل دلوقتي في الدورة المصر كلام ده مش قليل ومش سهل محمود متولي نموذج لكل اللعبة ما حدش يقعد يشتكي أصل مدرم ما بيدليش لأ حافظ وعلي نفسك ويشتغل على نفسك بحيث إن أنت لما تاخد تبقى كريم فهد وتبقى محمود متولي وتبقى أفضل لاعب عندك القدرة وعندك الفرصة لذلك أنا متراقب جدا جدا عمار وأتمنى محمد محمود يعني يتعلم لأن الاتنين غابوا نفس الفطرة تقريبا محمد محمود ومحمود متولي فما تزهقش يا محمد وعندك إمكانات عالية بس اضغط اضغط وزنك ينزل كده وتوريه الرجل حماس وشغب بالعودة السريعة لأنك عندك الصعب اللي هي الموهبة تخلينا في السهل اللي تحت إيدنا واللي تحت إيدنا فاصل ونرجع لحضراتكم أهلا بحضراتكم الجديد الحقيقة مع كل هذا التألق من لعيب النادي الآلي كان من المنطقي والطبيعي جدا أنه يكون أعلى عدد من لعيب الأهل في المنتخب الوطني كقاعدة دايما هي الطبيعية والبدهية طوال تاريخ الكرة في مصر خاصة لما الأهل يكون في أفضل حالاته لكن قيمة روي في توريا اللي اختارها الحقيقة فيها تمانية من الأهل لكن الأغرب حاجة الناس اختلفت عليها إزاي كريم فؤاد ما يبقاش في المنتخب هو كان واخده لما ما كانش بيلعب حتى هو قال كده قال لك أنا أخدته لما الناديك ما كانش واثق فيه لا كان واثق فيه كل السق بس لما يبرز ويتقلق بهذا الشكل ما يتخذش في المنتخب كان سؤال مهم لكن حقيقة الأمر خلاص هو مدرب هو المسؤول مؤكد إن الكريم عنده فرص جاية كتير جداً ويفضل ده ده كمان دافع ليه قوي إنه يفضل يحافظ على محمد شبانة سجل روي في اختيرات كولر أغرب قايمة ممكن تشوفها للمنتخب المصري لكرة القدم وأنا بقى يعني بصراحة مستغرب أنا مش عايزة أتكلم على أسماء بعينة بس أنا لازم أندهش لما ليه ضامم عبدالله جمعة مثلاً الباكليفت مستغرب جداً لأنه مش أساسي في الزمالك دلت سالعب عشر دقايق من كتير قوي ألاقي مثلاً واحد زي كريم فؤاد هو كان ضمه في المعسكر الأولين لما كان ما يلعبش في الآل تخيلوا؟ وبعده لما تعلق جداً ويكسر الدنيا جداً ويصبح واحد من أهم العناصر المؤسرة في فريق مهم زي النادي الأهلي تبصت لها مش موجود في المنتخب يعني أنت في 38 لعيب تخيلوا مش منهم كريم فؤاد يعني كريم فؤاد إذا أدته ترتيب متقدم جداً من وجهة نظر فتوريا ورقم 39 إذا أعتبروا الأول من اللاعبين الذين لم ينضموا إذا أعتبرتوا أولهم يبقى رقم 39 من وجهة نظر فتوريا فأنا مش عارف وجهة نظر وإيه بصراحة يعني بص من حقينا أن إحنا نظهر ملاحظاتنا حنستنى نشوف وخيمته مش نهائية لأنت لسه بتتكلم وليعبة بيراميز مريب عوش وفيوتشر وفيوتشر آه فأنت بتتكلم يعني حيحصل تعديل وإضافات أخرى فدعنا ما هو فيه كده ناس تحب تيجي تعمل لك صدمة وإن إحنا مختلفين كرش وبتاعه وعنين يسيبونا ويمشوا طيب عام تقلق اللعيبة برضو الفترة لفاتت إبراهيم فاي اتكلم نشوف إذا كنا بنتكلم على عناصر لمنتخبنا الوطني انضمت وطوارد فهناك عناصر أخرى ثبتت أقدامها وتقلقت وأكدت أنها تستحق الفرصة وبالتالي التقلق مازال مستمرا وهنا أنا لازم أحيي الشخصية لأنه الشخصية بتفرق ولازم نبقى عارفين كويس أنه النماذج دي الاستمرارية بتاعتها تتاخد كمثل أنا بتكلم تحديدا هنا كلامي عن محمد عبد المنعم عبد المنعم أنا بشوفه مودل مميز جدا 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 للعيبة اللي عندها روح ومدافع بعد فترات طويلة جدا كنا مفتقدي للشكل ده اللي هو ايه قوي سريع شغل الجمجمة ما هواش متهور بيعرف ازاي يستحوز على الكرة بيعرف ازاي يحجم المنافس بتاعه بيعرف ازاي يخش في التحامات قوية جدا جدا في نفس الوقت ما يتسببش في أزمة لفريق أولاب بطاقة حمراء ولا بمشكلة كل العيب في الدنيا بيبقى عنده شوية حاجات بيشتغل عليها مع الوقت ينضج فيها انما الخامة او الجودة عالية فده اللي يخلي عبد المنعم مكمل بالشكل اللي احنا شايفينه سواء مع منتخب مصر او حتى كمان مع النادي الاهلي وهو في افضل واعلى مستوياته ثم كانت العملية الجراحية الاخيرة فيه الانف بسبب الاعوجاج اللي كان حصار له فيه انفه قبل كده بسبب برضو مباراة السنغال واللي كان فيها واحد من الاشاوس بتوعنا واللي طلع واستمر لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم عليها الحقيقة انا متفق مع كل كلمة قالها الكابتن إبراهيم او الأستاذ إبراهيم فيه على الكابتن محمد عمنا لانه سريع التطور وبيستغل قوطه البدنية عنده قوة بدنية جماعة انتوا ما بيشوفوش في الطبيعة عنده قوة بدنية جامدة جدا ولكنها قوة عقلة يعني بيشغل جمجمة زي ما بيقول بيتقابل النصيحة وبيتطور اعتقد انه ممكن يستمر لو استمر على هذا التقالق هيبقى فعلا زم إبراهيم بيقول واحد من العلامات في مكانه ده كان كلام مهم جدا لكن اخيرا يبقى كلام كثير في الغربان عندما يأتي يناير قبل ديسمبر احنا دلوقتي في ستة نوفمبر بعض الصحف وكثير من المواقع نطت من نوفمبر وعدت ديسمبر وراحت يناير هقولكو ازاي القيد الشتوي في يناير الصفقات الجديدة في يناير الانتقالات في يناير فجأة الناس جزمت وحسمت مين اللي حيمشي من الاهل في يناير رغم ان اللي باقي دلوقت عدد من المباريات اللي حيتلعب في نوفمبر وشهر ديسمبر بالكامل معرفش الوضع هيبقى ايه لأي لعب دلوقتي حياخد فرصة وحيبقى حاجة زي كريم فؤاد او زي محمود متولي او حيزبط كفاءته وجوده تفتكروا حد هيمشيه عشان كده القرار اللي حيتاخد بالاعارة او بالاستقدام او بالاستغناء حتى كله قرار عملي في ضوء النتائج اللي على الارض ايه مستوى الايداء ايه وكفاءة كل لعب ايه واحتياجات المراكز ايه كل ده محدش هيقدر يحسمه ولا يجزب به من غير ما يكون فيه فرص لعب انت قدامك شهرين كاملين يا استاذ ابراهيم هم عمليين يزنوا على اسماء معينة وعايزينها تزهق وتحبط وحتلاقيها بيجمحها صفة واحدة ان هم عقدهم قرى بيخلص فعملية استثارة مستمر حسين الشحات رامي خلينا اقلب لك كل المواقع او الجرائد قالت له انه فيها المعنى اللي المهندس عادل بيقوله يعني المصر اليوم حسين الشحات يبحث الرحيل عن الاهل في يناير مين اللي كاتب ما قداميش مين اللي كاتب اهو فوق اهو اسلام صادر حسين الشحات يبحث عن الرحيل في يناير راجل يزوب عشقا في النادي الاهلي الجهاز الفني يتحفظ على عدم ضم كريم فؤاد للمنتخب ورامي يشكو التجاهل الجمهورية الشحات يبحث عن عرض خليجي والاهلي يرفض رحيل عب منم للعين الاماراتي الاهرام كولر يعد البرنامج الاهلي لمواجهات الكاس والربطة اقتربت ادارة الاهلي من تجديد عقود حسين الشحات الاهرام فيها عكس اللي قالته الجمهورية يعني الجمهورية قالت لك دراحل الخليج والمصر اليوم قالت لك لا هو عايز يمشي الاهرام قالت لك لا اللي اقترب من تجديد عقده كمان الاهرام قالت الاهلي يسرف مستحقاته السوبر ويتلقى عروضاً بالجملة لاستعارة مانو وطارق ومحمود وقالت الجمهورية الاهلي وافع على اعارة اربع لعبين في الشتاء وحددتهم عمار حمدي وكريم الدبيس وزياد طارق ومحمد محمود خلال فترة الانتقالات المقبلة وانا بقول لكم كل ده على يناير ونسهين ان لسه في ديسمبر وكل ده اقتهادات محدش يعني انت كل يوم الناس بتبلغكوا بالكلام ده يعني الخبر مصدره ايه ماينفعش طريقة يا جماعة انا الاوان لازم يبقى فيه 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 تدقيق في هذا الامر الخبر مصدره ايه الكلام ده الاسماء اللي عملت التراص والكتب عنها ده مصدركم فيها ايه الشروع بتقولك كولر يطلب تدعيم الاهلي بثلاث صفقات جديدة ومصر اليوم بتقولك كولر يطلب دعم الاهلي بمهاجم اجنبي في يناير حسم مصير محمود والدبيس وطارق بعد كاس الرابطة على اساس انه بعد ما ياخدوا في كاس الرابطة يتشاف مدى استمرارهم وبرنامج لتأهيل الشحات طيب انا ليه بقولكوا قفزوا على ديسمبر هو ديسمبر فيه ايه بالضبط شوفوا عدد المشات اللي هتتلعب ولو الاسماء دي كلها اخدت فرصة في غياب عدد من اللعيبة الوضع هيب عامل ازاي في نوفمبر الألة هيلعب المقولين في كاس مصر يوم 27 في ديسمبر اتنين ديسمبر هيلعب طلعا الجيش ده في الدورة سبعة ديسمبر هيلعب مع غزل المحل اتناشر ديسمبر هيلعب الاتحاد ستاشر ديسمبر هيلعب مع فيوتشر عشرين ديسمبر هيلعب مع فاركو 25 ديسمبر مع اسموحة 2-4-6 مطشاط في خلال شهر ديسمبر تفتكروا اي لعيب من دول لما ياخد عدد من المطشاط وينجح او غيره حتى ما يستغلش الفرصة مش ده التقييم اللي حيكون بناء على الوضع على الارض بالزبط ايه ولا يبقى من دلوقتي الجسم والحاس هو الراجل مش عارف هو عايز مين ومش عايز مين الكلام ده صرح لكو صرح لحد اقلوكو يعني الكلام ده ابو من ايه ده ده اللي انا مستغربه لكن هتجد اسماء بعينها انت من خلال خبراتك ومشاركتك في القرار الكرة والسنوات طويلة الامور بتمشي ازاي عمرها ما هتمشي كده فيه توقيت معين جهد الكرة بيقعد يبلغ المسؤولين عن الكرة اذا كانت لجنة او مشرفين او لجنة تخطيط وبعدين بالاحتياجات وبيبتدي الاجهزة التنفيذية تشتغل عليه الاحتياجات اللي احتاجات دي عبارة عن ايه مين جاي مين يمشي مين يعني المركز ده عندي مين فيه هذا لم يحدث حتى الان ما حصلش وما بيحصلش الا في وقته فيه توقيت معروف مش معنى كده ان الاجهزة التنفيذية قعدة ايه ده لا بيتجاهز بترتب شغلها بيتجاهز ايه بقى في كل الاماكن تحسوا بان انا يسأل في اي مكان فعنده ترح بيبقى جاهز ما يبقاش بيدور بعديها او يعمل فالنسألة يعني مش ضروري يعني نخش في تفاصيل شغل الاهلي بماشي زم مش مطالبين ومش صح ان احنا نشتغل في تفاصيل العمل دخل النادي الاهلي لكن يعني هي بس عايز اقول هو مين اللي قالك هي دي الفكرة سؤال بسيط جدا طيب الاستاذ خالد بيومي بقى في مقالته خارج السرب في الجمهورية قالك هناك بعض المدربين الذين لا يجدون التعامل مع اللعب التكتيك ومنهم من جنوب افريقي مسيماني الذي كان يطالب برحيل كريم فؤاد ومعه بعض اللاعبين الذين كان يرى فيهم عدم فهمهم لأسلوبه ولكن عندما اتى السويسري كولر الى الالت تغيرت المفاهيم وتغيرت المراكز واصبح يعتمد على اللعب الجماعي بل اعاد صياغة اسماء تألقت واستفاد منها الفريق تكتيكيا ونجوم كانوا في عداد الراحلين الى اندية اخرى بالبيع او الاعارة والسبب كان معروفا فكر الجنوب افريقي مسيماني واعتماده على مجموعة بعينها وده بقى لما تتمعن في الكلام اه يجاوب لك على كل اللي فات اه ان الرجل قناعات مدربين لا اللعب الجماعي اه واللعب الجماعي ده بتستخدم كل ادواتك فيه اه النجم هو الفريق اي وده كان مجلسي يعني كانوا قولي اللعيبة لو عايز تفكر لوحدك العب جولف لعبة فردير اه وحضرته بيتكلم لعيبة اكبار بهذا المعنى اول ما جوم النادل اه فا يعني من فضلكو يعني هم مطالبين انه يقولوا حاجة بس ما تاخدش اتجاه واحد باستمرار عشان بدأت تبقى مفقوص قوي اللي بيعمل كده انه عمال بيلاح انه يصدر احباط للعيبة واثنين وثلاث ثلاث عشان عدوم مبتده يخلص زي ما يكون متصلط من حد عشان يعني لصالح ناس تانية سيب الدنيا وبعدين لما ييجي فوص العشرات من التكهنان حاجة تلبس يقولك وسبق ونوهنا وانفرض طيب انت نصحتك ايه للعيبة في الحالة دي لا ما تسمع سد ودنك خليك مع جهازك الفني وانت علاقتك بالجهاز هتعرف وبيفكر ازاي وانت فرصتك جاية بس يوم ما تاخد الفرصة لازم تقدمها بالشكل المقنع يا دي النقطة ما تديش ودنك لان حيجننوك حيجننوك وسارت ولا مستني تجديد ولا مستني كل يوم التاني هقرأ خبر زا كده يعني لا ولا حتى التجديد بيتفتح كده عمال على بطال في ايوان هيروح يقول للصحف قبل ما اقول المسؤولين يعني هو في ايه يا جماعة الكلام ده مهم للعيبة انت الحمد لله عندك عدد من اللعيبة الاكفاء فعلا وكويس قوي انك مع عناصر الكفاءة الكتيرة في كل الاعمار ما في مركز دلوقتي حتمسكه اللي حتقول دول افضل لعيبة في مصر يعني لو سألت اي حد افضل حارس مرمى في مصر مين هيكون الشناوي لو سألته افضل تنظيم دفاعي حيقولك منعم ومتولي معلومش خلاف والاثنين راحوا لمنتخب ولما لعب ياسر بقى وياسر نفس الحكاية وايمن اشرف لما كان بلعب كان في المنتخب وعلي معلول كده ورامي نفس الحكاية وحامدي كده والولاد الصغيرين والدبيس يعني حتى الصغيرين رجدان ومغربي منتخب اولمبي فانت عندك في الخط الخلفي افضل لعناصر عندك في الباكرايت ما شاء الله يعني انت بتتكلم على اكرم توفيه بتتكلم على محمد هاني وكريم فوات خلع من الحتة دي القدام بقى لا ولو احتجت له حي العامة لكن عندك في الناحية الشمال غاب علي معلول محمد اشرف موجود وايمن اشرف اساسي رجل كبير بخبراته فيها وجبت كريم الديبيس عندك في نص الملعب المدافع تلاتة افضل تلاتة هافدفيندرز في افريقيا اذا كنا بنتكلم على الوديانج اللي خفه بدأ يدخل في تدريبات الكورة على خفيف او حمد فتحي او السلية كمان اللي بيخده التأهيل التلاتة افضل من بعض وبيدعمهم احمد نبيل كوكا ومحمد فاخري ولسه فيه اكتر من حد كمان موجود بتتكلم في الشق الوجومي بس احنا بنتكلم بقى الاتنين جوني بسرعة كده احنا بنتكلم اللي الناس اتكلمت على انه مش عايز مصطفى ساعد وانت بتتكلم على نبيل كوكا وفاخري الناس ما تقيمهمش انه لعيبة في تمام النطق ان ده في مستوى ديانج وسلية اللعيبة دي واعدة جدا جدا واحتوبة لعيبة تقيلة يا جماعة جدا لكن حطوهم في سنهم دولاتي مش هتقرنوهم بلعيبة كبيرة التلت الوجومي بقى حد سواء لحرك في الاجناحة او في مستوى رأس الحربة اذا ما في مركز الا عندك افضل اللعيبة في مصر حماية هذا الفريق مسئولية نفسهم ومسئولية الجماهير كمان بس مسئولية نفسهم اكتر لانه مزيد من الجدية مزيد من التركيز مزيد من الاحترافية مزيد من الاصرار على الفرصة لما تجيلك حيبقى الفريق كله كريم فؤاد ومحمود متولي على هذا القدر من المسئولية والجدية دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله اسبوع الخير